مرة بسأل عطف الطيب المخرج الكبير عطف من أكثر النجوم اللي اشتغل معاهم نور القسط الأكبر وأحمد زكي فمرة سألت قلت له إيه الفرق بين نور الشريف وأحمد زكي قال لي لما بأرس سيناريو وتخيل وعمل ديكوباجه وتخيل أحمد زكي أو أتخيل النور قال بتخيل عادة بمنهج في فن الأداء يعني بيبع عندي الذروة كده نوري ديني الذروة نور كبروفيشنال بيديني أعلى درجة من الأداء أنا أتمنيها كمخرج وده طبعا أعظم حاجة في الدنيا قال لي أحمد زكي بيتجاوز خيالي اللي بيديه مثلا أفلام زي البريق وورها وفيد بالك قال لي اللي أحمد زكي بيدهولي على الكاميرا أكتر من لنا بأحلم به خلي بالك أستر كان الفترة اللي فاتت منتشر صورة كله كان بيتكلم أنها حتى على السوشال ميديا لأحمد زكي فيلم زوجة رجل مهم كسرة العين الحزن والعين الثاني هاي بتنتقى أحمد بس أحمد كانت متدولة أوي الصورة كانت متدولة الصورة أيه ولما خلع الساعة وهو بيحكي إزاي في أحسنان التحقيق يعني فيه تفاصيل أحمد زكي أنا مرة كتبت عنه وهو عايش بمناسبة عايش بعد الرحيل لأن أنا دائما بقول أنه مؤمن أنا بما قولت جبران الديني بقت أو وردة وأنا عايش وما تحطش بقت وردة على قبري يعني 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 تثني على من يستحق الثناء ولو ببقت وردة لكن بعد ما يموت تحط عليه ولو بوردة أصلا بعد الرحيل لما تدله بقت وردة مش هحسسه حسن حسن الله يرحمه في آخر تكريماته قال كويسا أنا بذكرم وأنا عايش فأحمد زكي أنا قلت عليه ترمومتر فن الإبداع يعني إيه ترمومتر دائما إحنا النهاردة لما يجي مثلا في الغناء أنت لا شعوريا بتقارن بأعبد الحليم من غير ما تقصد وعبد الحليم مت 77 يعني أكيد يعني فيه 70% من الناس ملحقيتش زمن عبد الحليم من اللي هم عايشين معنا كويس ولكن هو الترمومتر حتى عندهم فانت لا شعوريا الصوت بتلاقي فيه عندك مرجعية فالإيه مرجعية التمثيل أحمد زكي يعني لا يزال مع أنه بيتكلم عن زمن آخر أحمد زكي زمن بينه وبينه قرابة 18 سنة يعني داخلية على 20 سنة كويس ولكن لا يزال هو المرجعية فأحمد زكي هو الترمومتر ترمومتر فن الأداء آه فكتير لما بيجي يقارنه لا شعوريا طول طب فين وهو من أحمد 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 أصله كان يعني إيه عنده معايشة إلى درجة المرض معايشة للشخصية ودي طبعا شيء صعب جدا أنه مثلا في درجة الرجل المهم جاله قولون عصبي فهو راح للدكتور مش لقين حاجة قال له الشخصية الدرامية اللي هو الظابط اللي هو أقلوه فقد وظفته آه وبقى عنده مشاكل الجزء ده النفسي أنت خلاص خلاصت الفيلم لكن فضل جواك انعكس عليه بيلبس الشخصية حتى مثلا يبقى بيعزي مثلا بوهمل جمال عبد الناصر فجاء عايزي عايزي حد يروح متلبسه أيضا شخصية جمال عبد الناصر طبعا هم مدرستين الكاميرا أصلها صعبة يعني الكاميرا بتخليك لازم تبقى عندك قدرة المحترف أنه يعيد مرة أخرى الإحساس يعني حصل مشكلة في اللمبة اللي بيحصل كتير قوي في التصوير زي تستعيد اللحظة المحترف زي نور بيقدر يستعيدها بكل تفاصيلها أحمد هتبقى صعبة كان بيعمل إيه بقى شريف عرفة ما ستشغله معاه زي شريف عرفة زي عطف الطيب زي خان دايما بيخلي مدير التصوير عنده مساحة أنه ممكن ياخد شيء مكانش